بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو اللي فات احنا كنا بنتكلم على الماجنيتك سيركيت الدايرة المغناطيسية طيب اتفقنا ان في الدايرة المغناطيسية لازم يمر طيار يبقى فيه مصدر للطيار فالطيار ده بنتيجة تغيره لحظيا بينشأ ماجنيتك موتف فورس بتمشي في المسار ده هو ماجنيتك موتف فورس بتولد على عطراف الملف بعد ما بيتكون فيض بيمشي في المسار اسمه فايل وذا كنا بنقول في الدايرة القهربية كان بيمر طيار في الدايرة القهربية انما هنا بيمر فيض انما هنا بيمر ايه الفيض في الدايرة القهربية واتفقنا ان قيمة الماجنيتك موتف فورس ده هي بتساوي N في الآي عدد لفات الملف في الطيار وبتساوي الفاي في الرلاقتنس اللي هي الار وبتساوي الاتش في الال اللي هي اللي هي شدة المجال اللي هي الاتش واللينس دهوات اللي هو الاليمين اللي هو الطول المتوسط اللي بيمشي في الفيض هنا في الملف تمام وقلنا ان الريلاقتنس دي عبارة عن اليمين على ميو نوت في ميو آر في الاريا تمام فالميو نوت قلنا ان هي قلنا ان هي سماحية الوصف بالنسبة للفراغ وده هي السماحية النسبية للوصف نفسه وده مساحة المقطع واتفقنا ان ال ان ال اتش بتساوي بي على الميو والميو دي قلنا ان هي بتساوي ميو نوت في ميو آر تمام وقلنا ان احنا عندنا اللي بيتولد الفلاكس ده هوت اسمه فاي الفلاكس وقلنا ان كسافة الفيض المغناطيسي اسمها بي وبتساوي الفاي على الاريا ولكن احنا اللي حلناه نوبا اللي فاتك كالدوائر مغناطيسية مكونة من قلب واحد وغالبا بيكون قلب حديدي يعني الوسط اللي بيمشي فيه الفيض كان وسط واحد انما المرة دي احنا هنتعلم ازاي نحل دايرة مغناطيسية بها اكتر من وسط فمثلا هنا الطيار بيمر في المصار ده هوت فالمصار ده عبارة عن قلب حديدي ولكن هو بيمر في القلب الحديدي ده وجد هنا فجوة من الهواء يبقى كده كنا في وسط من الحديد اللي هو ده هو بتاع الايرن ولكن لا والطيار وماشي لقى فيه فجوة هنا من الحديد يبقى ورضو لها يبقى ديها لها وسط تاني اللي هي لها الميو نوت انما ده هوت ميو نوت في ميو ار فبكده ما نيجي نجيب الرلاقتنس ما نيجي اول خطوة دايما بنعملها لازم نرسم دايرة قهربائية مكافأة ازاي اول حاجة مش ده مصدر الطيار وبتولد هنا الماجنيتو موتفورس على اطراف الملف يبقى نرسم ماجنيتو موتفورس بنمثلها بشكل بطارية وبتساوي طبعا الان في الاي طيب هنا الطيار الفيض الفلاكس ماشي هنا في القلب الحديد يعني بيعدي بيرلاقتنس بتاعة الايرن هيبقى الايرن لها يعني معاوقة طيب او ممنعة طيب بس برضو لقينا فيه ممنعة للهواء نهوت برضو يبقى المهواء برضو لراخر ممنعة اسمها ار جاب ما هي جاب يعني فتحة خلاص يبقى اسمها ار جاب وكده بسمنا الدايرة واللي بيمر هنا اسمه ايه الفلاكس الفاي طيب الريلاقتنسي بتاعة الجاب ده هي بتساوي ايه تمام اول حاجة الريلاقتنسي بتاعة الجاب ده هي بتساوي طبعا القانون ال على ميونوت في الاريا تبقاني اريا قال لك الاريا عبارة عن الويتس ده هو اللي هو العرض ده هوت في ايه بقى في العمق ده العرض في العمق احنا لو خدنا مساحة المقطع بتاعتها هللاقها بالشكل ده كده خلاص اللي هو بالشكل ده ده مساحة المقطع اللي هي اللي هي عبارة عن الطول في العرض هتلاقي كده الشكل ده انا مساحة المقطع ايه ده مساحة المقطع ايه بالشكل ده كده عبارة عن اللي هي ده ده اسمها مساحة المقطع ده عبارة برضو عن الطول في العرض تعالوا نشوف بعض المسائل ونطبق عليها القوانين ديت جاب للمثال ده والمثال ده موجود عندي طبعا في الكتاب فانا هحاول اشرح بقول ايه اميتر رينج اوف من داياميتر اوف خمسة وسبعين صمتي بقول لك عندي ميتر رينج ديت حلقة من المعدن قال لك طول قطرها خمسة وسبعين صمتي بقول لك اتصنعت من نصين متمثلين من القاست ايرن والقاست استيل وبيقول كله طبعا مفصول بجزء من الكبر قال لك في جزء كبر يعني جزء نحاس هنا في فجوة فصلة بينهم من النحاس بين النصين دول يبقى نص هنا ونص هنا نص هنا قاست الصيل ونص قاست ايرن وبيفصل بينهم جزء من النحاس بقول لك بقول لك وبر على المتر مربع في الرينج ديت وبقول لك الريلاتف المابلتي بتاعت 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 متين والف ومتين على الترتيب بتساوي الف ومتين تمام اول خطوة بنعملها بنرسم الدائرة الكهربائية المكافئة تعال نرسم الدائرة الكهربائية المكافئة طبعا يبقى في مصدر الطيار لانه واذا قال لي ان في عدد لفات وفي طيار هيمر يبقى أرسم دائرة دي بطارية بيطلع منها فولت ناي تمام الدايرة دي طبعا كلها توالي فالفلاقس هيمشي كده في المصار ده هو كده خلاص فكل المصار ده توالي مفيش حاجة توازي فيه فأول حاجة بتقابلنا اللي هي الريلاكتانس واحد هسمي الريلاكتانس بتاعة الكهربائية ارواحد والريلاكتانس بتاعة النحاس هنا قابلتني بار هسميها ار جابون تمام وهنا معايا برضو كاست ستيل الكاست ستيل برضو هلدينه مقاومة اسمها R2 ريلاكتانس اتنين بتاعة الكاست ستيل وهنا في R جاب تو كده لسمت الدايرة المكافئة تعالوا بقا نشوف هنتصرف ازاي فالدايرة المكافئة هي عبارة بسه عن لعبة في القوانين وبنعرف نستنتج منه حاجات طيب تعالوا نفكر نشوف هنعمل ايه دلوقتي هو مديني مديني طول القدر طيب انا ما عنديش ال L عاوزة جيب ال L هو عبارة عن المحيط لانه هو ماشي في المحيط كده الفلاكس ماشي في المحيط ده وبالتالي يبقى عندنا ال L اللي هو الطول المتوسط بيساوي 2 باي R طيب 2 باي ال R بيساوي ايه بيساوي 75 صمتي يعني 75 من 100 متر على ال 2 تمام يبقى كده جدنا ال L نشوف وطلع بكيام ده ال L بتاع المسار كله تعال نشوفه طلع بكيام طلع بـ 32 من 100 متر بس ده بتاع المسار كله انها من عاوز اجيب مرة L لل ومرة لل ستيل فهأسم المحيط ده هوت على L واطرح منهم واحد بتاع الكابر ده هو واحد ملي بس واحد ملي كده مش هيأثر لان دول بالمتر وده بالملي فمش هيأثر اوه فانا هشيله من حزب فيبقى L بتاع كل واحدة منهم L M 1 بتساوي L M 2 بتساوي 32 من 100 على L 2 يعني بتساوي 1 و 18 من 100 متر طلعت بـ 1 و 18 من 100 متر تعالوا نحسب الريل لقنس لكل عنصر من عناصر الديرة بتاعة القاستو ايرن طبعا هتساوي بقى قولنا هتساوي اول حاجة الريمين اللي هو بـ 1 و 18 من 100 على الميونوت باربعة باي فعشر أو السلب سبعة في الميونوت بتاعة القاستو ايرن اللي هي مدهالي بكام بتاع القاستو ايرن بمتين يبقى في متين في الريا اللي هي بتساوي ايه فين بقى الريا الريا بتساوي اجا اشوف الريا الاقي نفسي مش هعرف اجيبه الريا للكاست ايرن ولا للكاست السيل ولا للكابر يبقى القانون دي طبعا مش هينفع استخدمه هنا يبقى استخدم اني قانون بقى دلوقتي كده استخدم القانون بتاع البي بتاع الـ اتش بي يساوي بي على الميون فاجيب الـ اجيب الـ اتش مرة للـ ايرن فتطلع بتساوي بقى البي سبتة 9 من 10 قسفت الفت سبتة طبعا على الميون الميون بقى بتساوي ايه الميون طبعا بتساوي بتاع الـ ايرن 200 في 4 باي ف 10 قس سالب 7 نشوف طريقة بكام تلعب بـ و 26 من 100 ف 10 قس سالب 6 امبير تيرن على متر كده عرف اجيب الـ ام اف بتاعت الايرن او المجنيات وموت فورس بتاعت الايرن بتساوي طبعا الـ اتش في ال معايا الـ بكام بـ 81 من 100 اضرب في الـ اضرب 81 من 100 في الـ اتش هيديني 1 و 48 من 100 ف 10 قس سالب 6 طبعا امبير تيرن كده جبت بتاعت الايرن برضو هجيبي الـ بتاعت القس ستيل هتساوي الـ على الميو الـ 9 من 10 الميو كام الميو بتاعت القس ستيل 1200 يبقى على 1200 في 4 باي في 10 قس سالب 7 بعد اما بجيب الـ بجيب المجنيات وموت فورس بتساوي الـ في ال فهتطلع بكام هضرب 118 من 100 تعالوا نشوف طلعت بكام طلعب ب704 و 6 من 10 امبير تيرن وكد في حساب غلط حساب حساب تيرن حساب تيرن انما الـ اما اف بتاعت الايرن تيرن ب4 227 و 7 من 10 افضل الارجاب 1 والار جاب 2 فالار جاب 1 بتساوي طبعا الار جاب 2 لانهم نفس ال فاجيب الار جاب تعالوا نجيب الار جاب طبعا قلنا انه هي نفس البتاع فهنقول بقى ان الطول بتاعهم 2 1 1 2 2 يبقى 2 ملي متر يعني 2 10 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 ان هي لها بس الكسابة على الهواء 4 باي 10 سالب 7 فنشوف هتطلع بكام فهتلع بتساوي 716 و 6 من 10 ف 10 أمبير تيرن على الميتر اجيب الام ام اف للجاب تطلع بتساوي بتساوي الاتش في الال يبقى اضرب قيمة الاتش لو في الال بتاعتها اللي هي 2 ملي متر يعني 2 فعش قس سالب 3 وحسيبها على الال تطلع بتساوي 1433 و 12 من 100 أمبير تيرن طب ما هو الام ام اف بتساوي مجموعة الام ام اف مجموعة مجموعة 4027 و 714 و 1433 و 12 من 100 فطلعت الام ام اف توتل بتساوي 6365 و 3 من 10 أمبير تيرن كده جبت الام ام اف بالرقم ده تمش الام ام اف ده هي بتساوي الان في الاي هو مديني ان الان بتساوي كام مديني الان بتساوي بتساوي 900 تيرن 900 تيرن يبقى سم الرقم ده على 900 و كده كده جبت الكرنت فالكرنت طلع بيساوي 7 و 7 من 100 ام بيروقون ديات هتنشوف مثال تاني دي مسألة رقم 5 في الشيت بيقول لي اسرياس ماجنيتك سيركت هاز انايرون باس اوف لنث 50 سمت بيقول عندي رينج او ماجنيتك سيركت ليها باس 50 سمت يبقى ليها مثلا ديات ماجنيتك سيركت هيت هرسمها كده ليها ايرون باس ب50 سمت ولكن فيها ايرجاب 1 ملي ميتر يبقى ايرجاب 1 ملي ميتر ادي الواحد ملي ميتر بتاع الاير جاب خلاص فرسمت الماجنيتك سيركت هيت اهو ادي الماجنيتك سيركت داخل من الطير اهوت تمام دي الماجنيتك سيركت اللي رسمتها فيها فيها دي طبعا ايه قال لك الباس ده هو كله على بعض عبارة عن 50 سمت وفي 1 ملي ميتر فيها الارجاب فقال لي ان هو عدد اللفات بربعم تيرن يبقى انا بقول ان الان ده هي بتساوي ربعم تيرن تمام وبيقول لي ان هي هتنتج فلاكس بيساوي 9 من 10 ملي وبر يعني الفلاكس اللي هو الفاي بيساوي 9 من 10 ف10 قس سالب 3 وبر تمام طيب وبيقول ان الكروس بتاعة الايرن عبارة عن 6 سمت متر مربع يبقى ايه بتساوي 6 ف10 قس سالب 4 سمت متر مربع طيب دلوقتي بقى انا عاوز احسب عاوز احسب دلوقتي ال عاوز احسب يحسب الكارنت عاوز يحسب الكارنت بول الترمين بس هوا مديني هنا قيم اللي اللي هي البي وال المجنيتايزنج فورس اللي هي الامبير تيرن على المتر اول ما بيديني القيم دي بالنسبالي كقيم يعني هو مديني علاقة بين اللي البي وال البي اتش كير اللي كنا اتكلمنا عنه فاول ما يديني نقضي لازمة نمثلها على منحنة رسم بياني لو قيمة من بي هتطلع معايا هشوفها من القيم دي ما طلعت شي يبقى لازمة ارسم منحنة رسم بياني تعالوا نشوف هنحلها ازاي كده فاول خطوة هو مديني ان الفاي بتسعة من عشرة في عشرة قص سالب تلاتة والقري بستة في عشرة قص سالب اربعة اقدر اجيب ايه اقدر اجيب الفلاقس اللي هي البي فالبي بتساوي في على الاري فاسم الفاي على الاري اللي هي تسعة من عشرة في عشرة قص سالب تلاتة على ستة في عشرة قص سالب اربعة يطلع لي بيساوي هاسيب على القلم على الشي طلع بيساوي واحد ونص كده انا جبت قيمة البي واحد ونص اطلع ابص على النقط اللي مدهالي ابص هنا ملقاش الواحد ونص يبقى معنا كده ان انا مش هعرف لقيت في واحد وخمسة 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 وممية وقيمة الاتش بتاعته اربعة واربعة تلف وخمسمية تب انا عامل ايه بالاتش ده انا عاوز اجيبي الام ام اف اللي هي بتساوي اتش في الال فده اللي انا هستخدم فيه قيمة البي فلاقي هنا واحد وخمسة 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 واربعين وممية وما عنديش الواحد وخمسة من عشرة فكده اضطر رسم البي اتش كيرف بسكيل في الرسم البياني فانا رسمتها وهورها لك فانا استخدمت القيم اللي هو مدهالي ورسمت عملت سكيل للرسم البياني اهوت وعملت القيم بتاعتي ومثلتها وطلع عنده واحد وخمسة من عشرة خدت خط افقي ونزلت لقيته هنا عنده النقطة دي بقى 2750 يبقى امبير تيرن على الميتر يبقى كده الاتش طلعت بقى 2750 يبقى كده الاتش طلعت 2750 امبير تيرن على الميتر دلوقتي جبت ايه جبت الاتش طيب اعرف دلوقتي بقى اجيب دلوقتي هل اعرف اجيب الام ام اف اي أعرف اجيب الام ام اف باس الام ام اف دي بتساوي اتش في ال ال بس الاتش اللي انا قيبها دية بتاعت مين ده بتاعة الايرن باس فعجيب كده الام ام اف بالم الان بقى بتساوي الاتش في ال ال بتاع الايرون بس فالاتش بقى الفين سبعمية وخمسين تاب ال ال بتاعها بكام ال ال هنا قال لك ال ال كل على بعضه خمسين واتكل منه واحد يبقى افضل لتسعة واربعين هي طبعا بي الصمتي لا انا مش تسعة واربعين ده واحد ملي متر فمش هيقصر قوي فاسبها خمسين زي ما هي فتبقى خمسين فعشرة قس سالب اتنين تطلع الام ام اف بتاعة الايرون هسمها ام اف واحد بتساوي الف تلتمية خمسة وسبعين امبير تير يبقى تلت ب الف تلتمية خمسة وسبعين امبير تير انما بقى انا عندي الف لاكس دي نسيت ان انت اللحها بواحد ان الفاي قصري مدهول هو بتسعة من عشرة بعشرة قس سالب تلاتة الفاي مش هتغير ده ماشي هنا كله هو فاجيب البي بقى المين اجيب البي بالنسبة للجاب ده هي ليه بقى باجيب البي لان طبيعي قصدها اجيب انا اجيب البي بواحد ونص اسل لكل البي سابت برضو انما دلوقتي انا هجيب قلنا بواحد ونص هجيب بقى ايه هجيب بقى الاتش ليه الايرون بس ده الاتش بيساوي بيه على ميو نوت ليه لان هي لها الميو نوت معروفة اربعة باي فعشرة قس سالب سبعة ديه الطبع اللي الهواء دايما اربعة باي فعشرة قس سالب سبعة فانا مش محتاج فالبي عند بواحد ونص بواحد ونص على اربعة باي فعشرة قس سالب سبعة فتطلع الاتش بتساوي واحد وتسعتاشر ممية فعشرة قس ستة امبير تيرن على الميتر اعرف اجيب الام امف اتنين اعرف اجيب الام امف اتنين بتساوي اتش في الال بتساوي واحد وتسعتاشر ممية في عشرة قس ستة والقلب كام القلب واحد مليميتر يعني واحد في عشرة قس سالب تلاتة تطلع عبارة عن واحد وتسعتاشر ممية فعشرة قس تلاتة امبير تيرن يبقى الام ام ام اف القلية الام ام ام اف توتل بتساوي ايه بقى ام ام اف واحد زاد ام ام اف ايه اتنين يبقى بتساوي 1375 زائد 1.9 ممية في 10 قس 3 فبتساوي 2565 أمبير تيرن أعرف أجيب بقى أنا عرف أن الـ M M F بتساوي الـ N في الـ I معايا الـ N بتساوي 400 تيرن يبقى الـ